أهلا بحضراتكم مرة تانية الأهلي النهاردة اختتم استعداداته لمباراة الجونة بكرة بإذن الله في بطولة الدور العام وهي مباراة صعبة جدا أولا ملعب الجونة ملعب من الملاعب الرخمة كده شوي في نفس الوقت فرقة الجونة فرقة محترمة مش بتمر بأفضل حالتها لكن في نفس الوقت ده بيصعب من أمور أكتر وأكتر لأنهم أخر أكتر من مباراة خسرانينها فبالتالي حيبقى مهمة قوي بالنسبة لهم الفوز أو التعادل على أقل تقدير قدام النادي الأهلي في المقابل الأهلي عايز يكسب لأن خلاص ما فيش هزار ولازم الأهلي إلحق نفسه فأنت محتاج كل نقطة في كل المباراة جاية في بطولة الدور إنت لو خلصت مطشطك المؤجلة حتفرق عن زمانك بنقطتين ونقطتين دول كلام فاضي يعني حاجة عادية جدا فمطش ممكن يتعوضوا لقدر الله من خلال نادي الزمان لكن لو أنت تعصرت في أي مطشطك بالتعادل حتى يعني ففي كل الأحوال آه أنت الممجات المباشرة لصالحك معناية الزمانك بس ده لسه بدري على الكلام ده لكن أنت لازم تكون مركز في كل لحظة في أي مباراة أنت هتلعبها لفترة الجاية في بطولة الدور فالمرحلة بتاعت الحسب بتبتدي مطش الجونة في فيوتشر مطش صعب أوه فرقة منتشية بالوصول لنهائي كسر ربطا براح نحن فوزهم على امبي فوز مقنع هيقبلوا المحلة في المباراة النهائية بعد ما المحلة كسبة الإسماعيلي فمطش صعب جدا مع فيوتشر بعديه البيراميدز اللي بينفسك على بطولة الدوري فهيبقى مطش صعب جدا برضه فانت الثلاث مطشات دول مهمة قوي أن بإذن الله تخرج بتسعة نقط بإذن الله واحد أحد هتقطع من خلالهم شوط جيد في المنافسة وده اللي احنا بنتمنى إن شاء الله الجهاز الفاني مركز جدا جهاز فاني جديد بيبتدي يتأقلم بشكل أو بآخر مع الفرقة بيبتدي يعرف بعض التفاصيل المهمة اللي تتعلق بالفريق إمكانيات اللاعبين وقدراتهم وهم كانوا تابعوا عدد كبير من المطشات قبل كده بالنسبة للنادي الأهلي لكن برضه على الطبيعة لما شاف الرجل المباراة الأخيرة اللي قضى أمام بيتروجيت فأكيد تكون رؤية أوضح بالنسبة له وأكيد استقر على بعض الأمور وبعض الأراء والقناعات اللي بتخصه فدي جزئية مهمة جدا فالناس شغالة بشكل كويس إن شاء الله ربنا يكرمهم برضه دور كبير قوي على اللعيبة بصراحة في الفترة دي آه جهاز فاني جديد جهاز فاني جديد لكن أنت كلعيب لأ موجود بقى لك فترة في النادي وعرف الثقافة بتاعة الجمهور بتاعة الأهلي ولازم نعمل إيه الفترة الجاية ولازم نعوض الجمهور إزاي والتلات بطولات بإذن الله نفوذ بيهم دوري واثنين كاس فعشان تلحق الموسم بتاعك بالشكل الأمثل فدي كلها أمور أكيد في حسابات اللعبين وأنا يعني عارف جدا جدا هم إزاي بيفكروا خلال المرحلة الحالية وقد إيه هم حرسين أشد الحرص على إسعاد جمهور الأهلي في كل مكان فدي كلها أمور غاية في الأهمية قبل مباراة الزمالك اللي هتكون في السوبر خلاص بشكل عفوا في نهاية كاس مصر خلاص بشكل رسمي يوم 21 من الشهر الجاري يعني خلاص أسبوعين والمباراة يجي معادها فإن شاء الله بإذن الله نخرج بكل المكاسب من هذه المرحلة رغم صعوبة المنافسة سواء في الدوري أو حتى في نهاية كاس مصر مع نادي الزمالك النهاردة المرام بالمناسبة كان مرام مغلق بالنسبة لنادي الأهل وده قرار سوارش المدير الفاني الجديد قرار النهاردة التدريبات تكون تدريبات مغلقة ما فيش أي حد يكون موجود للصور ولا حتى لقطات الكاميرا كانت موجودة النهاردة أكيد في نهاية دي لكن في نفس الوقت ده كان قرار جهاز فاني ويحترموا كل الدعم بكل تأكيد لأنه واضح أن الراجل كان النهاردة مركز على بعض الحاجات التاكتكية اللي ممكن يشتغل عليها في مرات الجنأ أو في المرحلة اللي جاية كلها فنسيبه يشتغل وربنا يكرمه لكن خلينا أقول لحضراتكم القائمة بتاعة الأهلي لمبارات اليوم واللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من حوالي ساعتين في حرصة المرمة محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبر في خط الدفاع محمود متولي بيعود رامي ربيعة أيمن أشرف محمد هاني كريم فؤاد علي معلول ومحمد أشرف في خط الوسط حمدي فتحي عمر سولية محمد مجدي أفشة محمد محمود بيعود للقائمة وليد سليمان طهر محمد طهر أحمد نبيل كوكا وزياد طارق أما في خط الهجوم صلاح محسن ومحمد شريف وحسين حسين يغيب عن القائمة من حسين الشحات أسباب لحد دلوقتي أنا مش عارف إيه السبب ممكن يكون سبب فني أو لقدر الله ممكن يكون حسين عنده إصابة بشكل أو بآخر لكن بقول لحرارةكم النهاردة التدريبات كانت مغلقة وفي تكتيم شوية على الفرقة هتقول لي وده ماتش يعني نهائي أفريقيا مثلا أو ماتش مع الزمالك أو كلام من ده لا أنت خلاص مرحلة دي أي ماتش فيها هو ماتش بطولها فالجاز فني للحرية تم في اتخاذ قراراته في صلاح الفريق طبعا دي حاجة ما فيهش أي مشكلة خالص بيغيب كمان ياسر إبراهيم وياسر عنده زي شد خفيف في العضلة الأمامية فمش جاهز لهذه المغراء ومحمد عبد المنع نخرج القائمة بسبب حصوله على الإنذار الثالث فبالتالي مش متاح للفريق في مبارات الجنة بالتالي نقدر نستشف أن في خط الدفاع هيكون متواجد أيمن أشرف ورامي ربيعة هما الأقرب مع احتمالية تواجد محمود متولي وده مركزه الأساسي أصلا لكن الأقرب أكيد رامي ربيعة وآيمن أشرف اللي هيكونوا متواجدين في خط الدفاع بجانب هاني ومعلول في مبارات الجنة حننتظر ونشوف وقد يكون هناك دور لمحمد محمود العائد للقائمة واللي كان غايب الفترة فاتت لأسباب فنية لكن إن شاء الله يكونوا موفقين توفيق تام ويفرحوا جمهير الأهل من خلال هذه المبارات الحاسمة ده فيما يتحدث